الحمودية أرض اكتوت بأربع تفجيرات نووية أخطرها اليربوع الأزرق وهو أول تفجير نووي فرنسي بالصحراء الجزائرية الكبرى اليربوع الأزرق فاقت طاقة تفجيره أربع مرات قنبلة هيروشيما أننا نحن الجزائريين نرى أن ملف الذاكرة ليس كما يعتقد أنها مجرد خطوات رمزية يقدم عليها بل هي مسألة وجود وشأن استراتيجي للجزائر هي صور حصرية للتلفزيون الجزائري في قلب نقطة الصفر بالحمودية وفد وزاري يزور المكان للوقوف على درجة التلوث الإشاعي لأول مرة نحن بالنسبة للوزارة البيئة نسألها المشروع إكمام وإتمام ما تبقى من سياج المحيط بالمنطقة التي تأذت من تجارب نوياء المنطقة التي بها الإشعاع إن شاء الله سيتم إتمام الشطر المتبقى من سياج ونحن من هذا الصدد نؤكد على موقف الجزائر الثابت حيال الجرائم الاستعمارية ونقول أننا في إطار التضامن الوطني طبعا نتضامن مع هذه المعاناة ونثابر من أجل جبري أضرارها بكل في اختصاصه ذكرها هذه حتى لا ننسى تاريخنا ذكرها غالية للشعب الجزائري 13 فبراير 2060 أول تجارب نووية التي قام بها المستعمر الغاشم هناك عملية وطنية ذخمة في اتجاه السكنة خاصة المتضررين من الإشعاعات النووية ووزارة المجاهدين ترافق هذا كله من خلال تسليط الضوء من الناحية التاريخية أكدنا على ضرورة وجود المتخصصين والباحثين في الموضوع حتى نخرج برؤى جديدة في حول هذا الموضوع الخاص بتفجيرات النووية مر أكثر من نصف قرن من الزمن ولا تزال الحمودية ومجاورها تعاني من الإشعاعات النووية الوخيمة على الإنسان والبيئة حيث لا تزال النفايات المشعة مدفونة في المكان الأمر الذي عجل باتخاذ احتياطات خاصة للسلطات الجزائرية بالمنطقة